أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا ثم بدأ بالمحرمات من النسب فقال حرمت عليكم أمهاتكم بدأ بالأم كما أنه بدأ بمنكوحة الأب قبل قليل في المحرمات بالصهر بدأ بمنكوحة الأب في المحرمات بالنسب بدأ بالأم تعظيما لحقه ولأن هذا من أعظم القبائح وأشنع الخصال والأفعال وإن كان الآن يجري والعياذ بالله في الدول الغربية التي انفلتت من الأخلاق وانسلخت حتى أصبحت أشر من البهائم نسأل الله العافية والسلامة فنكاح المحارم والعياذ بالله شائع فيه نعوذ بالله أن ندرك ذلك أو يرى ذلك ظاهرا في مجتمعاتنا أو في مجتمعات المسلمين قال حرمت عليكم أمهاتكم واحد والمقصود بالأم أمك وأم أبيك وأم أمك وأم أبي أبيك وأم أبي أبيك يعني كل أم لك ليس المقصود أمك وحدها بل كل أم كانت كنت نتجت منها وكذلك قوله وبناتكم بناتكم نقصود بها كل بنت خرجت منك بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابنك كل من نتج منك فإنه لا يحل لك طيب وأخواتكم أختك لأبيك وأختك لأمك وأختك لأبيك وأمك وعماتكم عمت أخت أبيك وعمة أبيك وعمة جدك وعمة أمك وعمة جدتك من أمك إلى آخره وإن علون وخالاتكم خالتك أخت أمك وخالتك خالة أبيك وخالة جدتك وجدك وجدك من أمك وجدك من أبيك كل من كانت خالة لك أو لأصولك فهي خالة لك وبنات الأخ أيضاً بنت أخيك وبنت ابنه وبنت بنته وإن نزل وبنات الأخت بنت أختك وبنت بنتها وبنت ابنها وبنت ابن بنتها وإلى آخره وأمهاتكم التي أرضعنكم انتهى الآن من المحرمات بالنسب وهنا كم يا أخواني سبع بدأ بالمحرمات من الرضاع وهنا إثنتان ذكر في القرآن إثنتين قال أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع الأم والأخت ولما أثبت الأم لأنها هي المرضعة عرفنا أنه ثبت للأب الحق لأنه هو صاحب اللبن لصاحب اللبن الحق فصار أباً ثم المحرمية تنتشر فيهم إذا صار هذا أم وهذا أب فإخوان الأب أعمام له وإخوان الأم وأخواتها أخوال له وأبناؤهم إخوان له وهكذا فالمحرمية تنتشر في المرضع والمرضعة وأصولهم وفروعهم وحواشيهم أصولهم وفروعهم وحواشيهم أما المرتضع الذي رضع اللبن فلا تنتشر المحرمية إلا فيه وفي فروعه فقط أما أبوه وأمه فلا شيء عليه ولذلك يجوز لأخيك أن يتزوج أختك كيف؟ يجوز لأخيك نسباً أن يتزوج أختك إيش؟ رضاعة قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة انتهى من المحرمات بالرضاعة ثم جاء إلى المحرمات بإيش؟ بالصهر وهن أربع حلائل الآباء وقد ذكرنا أولاً ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم وإيش؟ وحلائل الأبناء ها؟ كما سيأتي بعد قريل وأمهات الزوجات وهنا ذكرهن وأمهات نسائكم أم زوجتك وأم أمها وأم أبيها وأم أبي أبيها وأم أم أمها وأم أبي أمها كل هؤلاء الأمهات يعتبرون حراماً عليك بمجرد العقد لاحظوا يا أخواني بمجرد العقد وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم من هي الربيبة؟ الربيبة بنت الزوجة سميت ربيبة لأنها في العادة تتربى عند الزوج ولذلك قال التي في حجوركم لا يقصد أنها إن كانت في حجرك فإنها محرمة عليك وإذا تربت عند أبيها فإنها غير محرمة عليك ولكن هذا كما يقولون خرج لبيان الواقع خرج لبيان الغالب الغالب أن البنت تتربى عند أمها فتكون في حضانة زوج أمها أو في بيت زوج أمها قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم قلنا في قوله التي في حجوركم لا مفهوم له ما له مفهوم يعني ما يقول واحد هذه بنت زوجتي ما تربت عندي فيحل لي أن أتزوجها نقول لا بذليل قوله من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فدل ذلك على أن قوله التي في حجوركم لا يراد بها مفهومها وأن هذا جاء لبيان الغالب قال من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم لاحظوا يا إخواني كل المحرمات بالصهر يحرمن عليك بمجرد العقد إلا الربيبة الربيبة بنت الزوجة ما تحرم عليك إلا إذا عقدت على أمها ثم دخلت بأمها لكن لو عقدت على أمها ثم فكرت وقلت ما عليش يا أفلانا أنا والله أبهون ما أبيت أبي بنتك واشتقال إيش قالت؟ قالت لا مانع عندي فطلقتها قالت لا مانع ولا ما قالتها المهم أنه لا مانع أنك تتزوج بنتي يعني فطلقتها ثم عقدت على ابنتها جاز ذلك لك ما لم تدخل بالأم فإذا دخلت بالأم حرمت عليك البنت وصارت من محارمك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هذه هي المرأة الأخيرة المحرمة بالصهر فصار المحرمات بالصهر كم؟ أربع حليلة الأب أم الزوجة بنت الزوجة آخر واحدة حليلة الإبن أي زوجة الإبن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الآن جاء إلى المحرمات بالجمع وذكر القرآن واحدة وذكرت السنة إثنتين أما الذي ذكر في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فلا يحل الإنسان أن يجمع في عصمته بين امرأتين وإذا أراد إذا تزوج امرأة ثم أراد أن يتزوج أختها فلابد أن يطلق الأولى ثم تنتهي من عدتها لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة له فإذا انتهت من عدتها جاز له أن يتزوج أختها ولهذا يقال هل على الرجل عدة؟ يقال نعم إذا طلق امرأة وراد أن ينكح أختها يعتد حتى تنتهي امرأته من العدة ثم يتقدم إلى أختها فيتزوجه طيب قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وفي السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قال إلا ما قد سلف أي في الجاهلية إن الله كان غفورا رحيما ثم ذكر المحرمة الخامسة عشرة وهي قوله والمحصنات من النساء المحصنات يعني المتزوجات فكل امرأة في عصمة زوج لا يحل الإنسان أن ينكحها ولذلك لو أن امرأة فقد زوجها يعني ما يدرأ أين هو راحت سنة سنتين ثلاث فأراد أن يتقدم ليخطبها هل يجوز له ذلك؟ ما يجوز حرام هي ذات زوجها حتى يقضى عند القاضي بأن زوجها قد مات فتعتد عدة الوفاء ثم تحل للأزوج قال والمحصنات من النساء وكلمة المحصنات يا إخواني كلمة الإحصان في القرآن تطلق على ثلاث معاني كلها في الغريب وردت في هذه الصفحة التي بين أيديكم هذه المعاني الثلاثة المحصنات بمعنى المتزوجات كما في هذه الآية والمحصنات بمعنى العفيفات والمحصنات بمعنى الحرائر الحرة ضد الأمة طيب هنا والمحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء وفي الآية التي بعد قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ما معنى المحصنات هنا؟ الحرائر من لم يستطع أن ينكح الحرة فله أن ينكح الأمة يتزوج من الأمة واضح؟ طيب ثم قال في نفس الآية محصنات غير مسافحات ما معنى محصنات هنا؟ عفيفات فجاءت كلمة محصنات في نفس الصفحة بثلاث معاني متزوجات حرائر عفيفات وهذا ما يسمى عند العلماء بعلم الأشباه والنظائر أو الوجوه والنظائر هذه الكلمة لها ثلاث وجوه التزواج والعفة والحرية ولها نظائر يعني كل واحد من هذه المعاني الثلاثة له نظائر في القرآن له نظائر في القرآن فيسمى علم الوجوه والنظائر قال الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم يعني يباح لكم أن تنكحوا من كانت ذات زوج إذا وقعت في السبي عندكم فلو قاتلنا اليهود فوقعت امرأة في السبي هي ذات زوج أبدا تعتد عدة تستبرع بحيضة ثم يحل لك أن تنكحها تقول لك لي زوج وأولاد خلاص حللت لي قال إلا ما ملكت أيمانكم فهذه هي الحالة الوحيدة التي يحل فيها نكاح من كانت ذات زوج وهي أن تصل إليك بملك اليمين وليس المقصود أن تكون بملك اليمين قد تزوجت يعني تزوجت وهي زوجها سيدها برجل ثم أنت انتقل ملكها إليك فتتزوجها أو تنكحها لا يحل لك ما دامت ذات زوج وهي مملوكة فلا تحل لك المقصود لو كانت كافرة وهي ذات زوج ثم وقعت في يدك أسيرة من السبايا جاز لك أن تنكحها بعد أن تستبرعها بإيش بحيضة قال كتاب الله عليكم أي يلزموا كتاب الله الذي أوجبه عليكم ثم قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك كم صار معنا يا إخواني خمسة عشرة خمسة عشرة أمرأة محرمة بدأنا بمنكوحة الأب وانتهينا بالمحصنات من النساء أحل لكم ما وراء ذلك غير هؤلاء أحل لك أن تنكحها أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي طالبين العفاف لكم ولمن تتزوجون بهن غير مسافحين السفاح هو الزنا وهو ضد النكاح فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة أوجب الله للمرأة المهر مقابل الاستمتاع ولذلك يا إخواني هذه المرأة متى ما نكحها الرجل دخل بها وجب لها المهر كاملا ولو لم يسلمها شيئا لو أن رجل عقد على مرأة على مهر مقداره أربعون ألفا ثم مات قبل أن يدخل بها ماذا لها لها المهر بالعقد ولها التركة أيضا لأنها زوجة صارت زوجة وعليها العدة أن تحاد عليه أربعة أشهر وعشرة قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إن نقصت المرأة عن حقها وعفت عن شيء من مهرها فلا جناح عليكم وإن زدت أنت على المهر الذي قدرته لنفسك أو تراضيت به مع المرأة فلا شيء عليكم قال إن الله كان عليما حكيما ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ما هو الطول يعني مهرا فسمي المهر صداقا وسمي نحلة وسمي أجرا وسمي في القرآن طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من لم يستطع نكاح الحرة جاز له أن ينكح الأمى إيش معنى ينكح الأمى يتزوجها بمعنى تصير زوجة له وأما لأولاده وليس يتسرى بها لأن التسري ليس زواجا أن يكون لك ملك يمين تتسرى بها بمعنى يجوز لك أن تطأها وتنكحها وسمي تسريا لأن الإنسان يفعله سرا لكن أنا لا أستطيع طول الحرة الحرة طولها أربعون ألفا لكن الآن ما يمكن أجد إنسان عنده أمى فأقول زوجنيها زوجنيها بعشرة ألف وأنا ما عندي إلا عشرة ألف يقول الله عز وجل يجوز لك إذا لم تستطع نكاح الحرة أن تتزوج أمى لماذا لا يجوز إلا إذا لم تجد طول الحرة لأنك إذا تزوجت الأمى كانت العاقبة وخيمة على أولادك وهي أن أولادك يتبعون أمهم في الحرية والرق فإذا نتج لك أولاد فهم أرقاء عند سيد تلك الأمة فلألا يكون أولادك عبيدا عند ذلك الرجل إياك أن تتزوج أمة إلا في حال الضرورة وقد اشترط الله لزواج الأمة أربعة شروط الشرط الأول أن لا يستطيع طول الحرة الشرط الثاني أن يخشى العنت وهو الزنا الشرط الثالث أن يكون مؤمنات الشرط الرابع أن يكون عفيفات وسنأتي إليها قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم والمؤمنات قال المؤمنات والإيمان لا يدرأ هل هو لأننا نعلم الإسلام لكن الإيمان لا نعلمه قال والله أعلم بإيمانكم لكن عليكم بالظاهر بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهم ولا يحل لكم أن تنكحوهن بالاتفاق معهن وآتوهن أجورهن بالمعروف سمى الآن المهر أجرا بالمعروف محصنات يشترط في الأمة أن تكون محصنة أي عفيفة غير مسافحات يعني غير معلنات بالزنا فالسفاح هو إعلان الزنا ولا متخذات أخدام إيش معنى متخذات أخدام؟ أي يعني لهن أصدقاء يفعلن الفاحشة معهن في السر قال فإذا أحصن يعني فإذا تزوجن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العباب إذا تزوجت الأمة فوقعت في الزنا نسل الله العافية فإن عليها نصف الحد الذي على الحرة كم على الحرة؟ عليها مئة مئة جلدة خلاص الأمة عليها خمسون جلدة ولما قال نصف عرفنا أنه لا يكون الحد إلا في شيء يتنصف الرجم يتنصف؟ نقدر نرمي أعلاها ولا نرمي أسفلها؟ ولا نرميها مثلاً بسبعين حجارة بدل مئة وأربعين حجارة؟ لا فاقتصر على ما يتنصف وهو الجلد وأما التغريب فإنه لا يمكن لأن للسيد فيه حقاً قال الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم العنة يعني الزنا فالشروط أربعة أن لا يجد مهر الحرة وأن يخشى العنة وهو الوقوع في الزنا وأن يكون مؤمنات وأن يكون عيفات وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ثم قال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله ليبين لكم شرائع الهدى ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي هذا ما يريده الله إرادة شرعية يريد الله لكم البيان والوضوح وأن تظهر لكم الأحكام فلا تقعوا فيما حرم أو تقعوا في شيء فيه ضرر عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وهم من سبقوكم من الأنبياء ويتوب عليكم الله يريد أن يتوب عليكم والله عليم حكيم ويريد الذين والله يريد أن يتوب عليكم أكدها ليعطف عليها شيئاً يغيرها وهو أن الذين يتبعون الشهوات يريدون شيئاً آخر وهو أن نقع في أوحال الرذيلة وأن حرف عن الفضيلة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا أي ميل؟ لا ميلاً عظيماً فهؤلاء الذين يدعوننا الآن إلى الاختلاط والتبرج وعمل المرأة وقيادة المرأة وغير ذلك من الأشياء والله ما يريدون الانتصار للمرأة ولا حقوق المرأة أين هن عن اليتيمات وأين هن عن المطلقات وأين هن عن العوانس وقد بلغ عدد العوانس الآن في المملكة أكثر من مليوني عانس ما رأينا واحد منهم يطالب بشيء من حقوقهم ولا أن تحل مشكلتهم لكنهم يبحثون عن ما يميل به المجتمع عن درب الفضيلة ولا يريدون الميل الخفيف الآن نحن في ميل ونحن نرى النقص ادخلوا الأسواق لتروا الميل ولكن هذا الميل لا يرضيهم لا يريدون إلا ميلا عظيما مجانبا تماما مجانبا للجادة التي وضعها الله عز وجل لعباده وارتضاها له يريد الله أن يخفف عنكم بهذه الشرائع وهذه الأحكام وخلق الإنسان ضعيفا فعليه أن لا يتعرض للفتن لأنه ضعيف ولذلك سئل سفيان بن عيينة قيل له ما ضعفه يعني ما ضعف الرجل قال المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا هو ينتفع بها فأي شيء أضعه من هذا صحيح كم من امرأة نظرت إليها يعني عشرات أو مئات وأنت تعلم أنك لا تستطيع أن تنالها ولا أن تحصل منها على شيء وتعلم أن هذا محرم ولكن نفسك تدعوك لأن تنظر وتؤنب نفسك على هذا فهذا من الضعف وخلق الإنسان ضعيفا وإذا كان الإنسان يعلم أنه ضعيف فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا يرد الموارد التي يخشى منها على نفسه الفتنة يقول الله عز وجل في مطلع هذا المقطع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قوله لا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم وسمى أموال المسلمين أموالا لنا لما بين المسلمين من اللحمة والرحمة وقد قال الله في أول السورة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فنحن في الأصل شيء واحد وعلى الواحد منا أن يرعى مال أخيه كما يرعى مال نفسه وقد حرمه الله عليه ويصلح أن يكون معنى الآية أيضا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أموال أنفسكم أن يأكل الإنسان ما له بالباطل بالسرف والتبذير ووضع المال في غير محله الذي شرعه الله عز وجل قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يعني إلا أن يكون أكل المال عن طريق التجارة وإلا هنا من باب الاستثناء المنقطع لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم ولما قال عن تراض منكم عرفنا أنه يلزم في التجارة أن يكون شيئا معلوما لأن غير المعلوم لا يحصل به الرضا وأن يكون شيئا مقدورا على تسليمه فلا يبيع الإنسان طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء لأن غير المقدور على تسليمه لا يحصل به الرضا كما أنه عرفنا أن البيع والإيجارة وجميع أنواع التجارة تصح بأي لفظ دلت عليه على اختلاف ألسن الناس لأن الله عز وجل اشترض التراضي والناس يتراضون بأي عبارة دلت على المقصود فإذا قال بعتك قال عطيتك هذا بخمسين ريال فكلمة عطيتك لا تدل على العطاء المعروف عند أهل الفقه ولكن عطيتك هذا بمعنى بعتك لأنه قال بخمسين ريالا قال عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم نهى الله عز وجل الناس أن يقتلوا أنفسهم بالانتحار بأي لون من ألوان الانتحار سواء بالتردي من عال أو بيعني قتل النفس بالحديدة أو بالسم أو أي سبيل من سبل الانتحار المعروفة عند الناس صلى الله عليه وسلم وأيضا قال كثير من الفسرين لا يقتل بعضكم بعضا جعل البعض في محل النفس مثل ما قال في سورة الحجرات ولا تلمزوا أنفسكم كيف يلمز الإنسان نفسه؟ المقصود لا يلمز أحدنا أخاه لأنك إذا لمزت أخاه فقد لمزت نفسك ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد وهذا من أبلغ ما يكون في الدلالة على ما يوجد بين المؤمنين من الحقوق أنه جعل أخاك بمحل نفسك إذن فعليك أن ترعى حرمة أخيك كما ترعى حرمة نفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إن الله كان بكم رحيما ولذلك حرم عليكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالربا، بالرشا، بالسرقة، بالنهب، بقطع الطريق بغير ذلك من الأسباب والوسائل المحرمة إن الله كان بكم رحيما وكذلك حرم عليكم أن تقتلوا أنفسكم وأن توردوها المهالك إلا في شيء يشرعه الله عز وجل لتحقيق مصلحة أعلى من مصلحة حفظ النفس وهي مصلحة حفظ الدين كما شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ومن يفعل ذلك أي أكل الأموال بالباطل وقتل الأنفس بغير حق عدواناً وظلماً أي متعدياً وظالماً بفعله فسوف نصليه ناراً ونكر النار هنا للتهويل والتعظيم ناراً وأي نار مثل ما تقول رأيت عمارة يعني أي عمارة تلك العمارة ورأيت روضة أي روضة تلك الروضة عندما تنكرها تريد بذلك التهويل والتعظيم قال وكان ذلك على الله يسيراً أي إصلاء النار والإدخال فيها يسير على الله عز وجل لا تظن أن ذلك عسير عليه فليس شيء على الله إذا أراده بعسير ثم قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الذنوب يا إخواني تنقسم إلى كبائر وصغائر والكبائر تنقسم إلى قسمين موبقات أو أكبر الكبائر وما دون ذلك فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم وقد كتب العلماء في أبواب الكبائر وتعدادها كتباً من أفضلها ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المعروف الكبائر وكذلك ما كتبه ابن حجر الهيتم رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر وعد أكثر من أربعمائة وخمسين كبيرة ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب كل ذنب توعد عليه أو فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه كل ذنب جاء في الكتاب والسنة قد لوع صاحبه أو رتب عليه حد أو ترتب عليه نفي الإيمان أو الغضب أو اللعنة فهو من الكبائر وما سوى ذلك فليس من الكبائر ومع ذلك العلماء يقولون لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يدخل في الكبائر أيضا يا إخواني تركوا الفرائض فهناك كبائر أصلية مثل الشرك والسحر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسرقة وغير ذلك وهناك كبائر تكون بسبب ترك الإنسان لما أوجب الله عليه من الفرائض كترك الصلوات الخمس ترك الصيام ترك الحج مع القدرة عليه إلى آخره إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما من اجتنب الكبائر فإن الله قد وعده وعدا كريما من عنده وهو أنه يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما الصغائر تمحى عنه ويدخله مدخلا كريما وهو الجنة ولذلك قال ابن عباس وقال ابن مسعود إن هذه الآية من أعظم الآيات بشرى للمؤمنين وهي مما يعني يزيد حفاوة الإنسان بهذه السورة العظيمة سورة النساء قال وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ السورة من أولها تتحدث عن الحقوق بين الرجال والنساء وظاهر من الآيات أن الله فضل الرجال بأشياء طيب هذا التفضيل ما هو موقفنا منه أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يَا رَسُلَ اللَّهُ يَغْزُ الرِّجَالِ وَلَا نَغْزُوا وَلَنَا نِصْفُ الْمِرَاثِ يعني هذا شيء فضلهم الله به علينا فماذا لنا نحن قال فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ هذه تفضيلات إلهية الله عز وجل بحكمته فضل بها بعضكم على بعض ولا يعني أن الله إذا فضل بها بعضكم على بعض في الدنيا أن ذلك سببا لتفضيلهم في الآخرة فالعبرة في التفضيل هو تفضيل الآخرة ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون فينا فاضل ومفضول مفضل ومفضل عليه ولا تستقيم الحياة إلا بهذا تصوروا لو كان الرجل والمرأة سيان سواء في كل شيء في الحقوق والواجبات وإدارة الحياة هل تستقيم الحياة؟ ما تستقيم الآن لو كان عندنا شركة وقال كل واحد من أفراد الشركة أنا ما أنظى أحد يأمرني وأنا لي من الحقوق والواجبات مثل ما لأي عضو في الشركة وأنا أمير نفسي في هذه الشركة ولا آذى لأحدا يأمر عليه تستقيم أمور الشركة عمرها ما استقامت لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض هذا في نزول الآية وأيضا يدخل في الآية يا إخواني أن ترى إنسانا فضل عليك بصحة بمال بوطن بلسان بأي نعمة من النعم فإنه لا يجوز لك أن تتمنى ذلك الشيء الذي فضل به عليك هذا الإنسان قد تقول سبحان الله إذن أنا ما أتمنى شيئا غير الحال الذي أنا عليها نقول لا لا تتمنى عين ما عند فلان تقول يا يعني يا ليت زوجة فلان زوجتي ويا ليت ولد هذا ولدي لا تتمنى ما لم يقل لا تتمنوا مثل ما أن تمنى مثلا قل أتمنى من الله أن يعطيني مثل ما أعطى فلان وأتمنى من الله أن يعطيني من العلم والفهم لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل فلان مثل لا بأس بها لكن أن تمنى أن ينزع ذلك منه ويكون لك هذا هو عين الحسد الذي حرمه الله عز وجل يا أخي سأل الله من فضله فالله واسع عليم لماذا تضيق نفسك وعقلك ونظرك على هذه النعمة الموجودة عند فلان الله عنده فضل لا يحد وعنده خير لا يعد ما تستطيع أنت ولا أنا ولا أحد يعد ما عند الله سبحانه وتعالى ليش يضيق نظرك تريد هذا الإبن هذه الزوجة هذا المال هذا البستان هذه السيارة ولا تتمنوا ما ولم ينهى أن نتمنى مثل ما فضل الله به بعضا على بعض قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وهذا يدل على أن الآية نزلت في المفاضة التي بين الرجال والنساء فيقال للمرأة تستطيعين أن تدرك الجنة أو الفردوس الأعلى من الجنة ولو كنت في الدنيا أقل فضلا من الرجل فإن أعمال الآخرة لم يحصل بها التفاضل كل واحد بجهده ولذلك سيدات نساء العالمين لا يلحقهن كثير من العالمين مريم وآسيا وفاطمة وخديجة لكن الدنيا لا أمرها آخر مبنية على حكم إلهية وتشريعات ربانية وابتلاء واختبار وفتنة قال الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله نقول هنا من رأى غيره في نعمة فليسأل الله من فضله وعليه بالعمل وليدع الأماني ما تتمنى وتجلس طول نهارك تنظر ماذا عند فلان وماذا عند فلانة لا اسأل الله من فضله كل ما رأيت خيرا عند أحد ونعمة عند إنسان فاسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما سبحانه وهذا عموم لا يخص فهو عالم بكل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هم لن يردوا ومع ذلك عرم الله بساعة علمه أنهم لو رجعوا إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا إلى العمل الذي كانوا فيه قال الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرب أي لكل منكم أيها الناس جعلنا موالي ورثة المولى هو النصير والمعين والقريب الذي يلي أمرك أي لكل واحد جعلنا ورثة لكل جعلنا موالي مما ترك جعلنا له ورثة مما ترك من هم هؤلاء الموالي؟ الوالدان والأقربون فكأن كلمة الوالدان والأقربون بدل من قوله ولكل جعلنا موالي كأنها تفسير لها كأنها تفسير لقوله موالي تفسير لقوله موالي وأكثر الناس يقولون ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما يرثون مما ترك الوالدان والأقربون أو يرثونه يرثون الإنسان مما تركه الوالدان والأقربون فلكل واحد مننا ورثة يريثون منه ما تركه سواء كانوا والديه وأقربه أو ما تركه الوالدان والأقربون له ما تركه الوالدان والأقربون لك سيأتي من بعدك أناس يريثونك كما ورثت أنت من قبلك وهذا يعني أن مال الإنسان لا يذهب إلى بيت المال ولا يقسم على الصدقات ومصالح المسلمين وإنما يكون لمواليه وهم ورثته وأقربوه قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبة كان في أول الإسلام هناك التحالف أو التآخي بالحلف اليمين يتحالف رجلان على أن أن كل واحد منهما يكون أخاً للآخر الدم الدم والهدم الهدم وعلى أن أرثك وترثني ويعقدان على ذلك أيمانهما قال الله عز وجل والذين عقدت وفي قراءة عقدت أيمانكم يعني عقدتم اليمين معهم فآتوهم نصيبة إن كنتم تعاقدتم على الإرث فآتوهم نصيبة يعني فيجب أن يعطوا نصيبهم من الأرث وكان هذا في أول الإسلام ثم نسخ بأنه لا يكون الإرث إلا للقرابة كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره وبعض الناس قال هذه الآية نزلت بعد آيات المواريث فالله عز وجل قال وإن نسخت المواريث في حق من عاقدت أيمانكم فإن حقهم في النصرة وما سواها باقي يعني من عاقدتموه وتحالفتم أنتم وإياه على أن يكون بينكم التناصر والتوارث والتآخي آتوهم نصيبهم في كل شيء إلا في المراث إلا في المراث فإن الله عز وجل قد بيّن أن المواريث ما تكون إلا للأقربين الوالدين والأقربين قال الله عز وجل إن الله كان على كل شيء شهيدا ثم قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله بيّن الله عز وجل من هو صاحب القوامة من هو المدير في الأسرة والقيم في البيت هل هو الرجل أو المرأة فوضح بما لا يدع مجادا أن القوامة بأيد الرجال وسبب لذلك وبين العلة فيه ولم يتركه هكذا لأنه سيأتي قوم يقول لماذا فضل الرجال على النساء في أن تكون القوامة بأيديهم دون النساء قال الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض فالرجال فضلوا بقوة الأبدان وفضلوا أيضا بقوة العقول وهذا معلوم يا إخواني ولذلك جعل الله عز وجل شهادة امرأتين بشهادة رجل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر